صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. هنقرأ النهاردة لبرج الحمل لقراءة العاطفية. طيب اه نطهل على طول في الموضوع. الطاقة العامة لبرج الحمل. ودي طبعا انا دايما بقرأ قراءة عاطفية. شمعتش يقولي عمل والحاجة دي. فانا على طول بقرأ قراءة عاطفية. طيب اول حاجة الطاقة العامة لبرج الحمل. آآ برج حاجة حلوة قافل عليها بالضبع والمفتاح. او آآ قافل على حاجة آآ يا بتقفل شابتر من حياتك. وده اللي هتشوفه بعد كده في الورق. يا بتبدأ حاجة جديدة. ممكن تكون داخل علاقة جديدة يا برج الحمل. الله اعلم. طيب نشوف طاقة الشخص اللي احنا هنتكلم عنه. ايه ده? دي طاقة شخص حكيم جدا. شخص آآ معلم او آآ شخص او طاقة مقزون كمان. ده بنشوف اللي بعدين. انت صور افرح. ازار كده يا برج الحمل انك هتتجاوز. هنشوف. آآ اول حاجة بس انا بعمل الكراءة بتاعتي. كراءة المداية. طاقة الشخص قدام طاقة. وبعد كده النصيحة. اول حاجة مشاعر الشخص ايه? اتجاه. الشخص ده شايفنا الاستقرار كله بقى. يعني الاستقرار على اكمل وجه. آآ لان انا بص حتى شايفت هنا ايه? انت صور. ما في حد لقاك وهينتصر بيك. او خلاص. وبعدي كمان خلي بالك استنوا. بعد كمان الحب كله. بنت جايلكو عرض حب. آآ او خلاص جايلكو يعني. والشخص ده شايفكو? تنفعه لو انت بنت. تنفعي الزوجة المثالية. او يبني معاك الحياة عموما. ولا انت ولد يشافك ما مياه. تنفع القب الجميل واللزيز والزوج الفرفوش. طيب. نظرته لينا ايه? لان المشاعر غير النظرة. ممكن اكون بحب حد بس بصص ان هو عالو صغار شوية. محتاج نضج محتاج يجبر كده يعني. فهو نظرته لينا ان احنا او انتو يعني كبرج حمل آآ شخص خيالي شوية نوعا ما. او شخص مندافع في الحب. او سيبكم انت كله. هو شخص حبوب. شخص آآ ينفع ان احنا نبدأ مع علاقة حب. ما قدموا عرض. هو شايف كم على فكرة انتو كمان مستقبلين العرض ده. لو هو هيقدم لكم عرض. فعنتو شايفكم ان انتو تنفع تستقبلوا العرض ده. او انتو اصلا قلبكم مفتوح للحب. ومستعدين في اي لحظة حب كلمة بحبك اردها انا كمان بحبك يعني. طيب. سوري اه اتعطي الفيديو. اه اوكي. اه فدلوقتي. اه نظرة الشخص دا لنا ان هو آآ او احنا شخص آآ حبوب جدا ينفع ان هو يستقبل علاقة الحب دي. طيب. آآ نظرته ايه لعلاقة بقى? آآ نظرته لعلاقة ان هي علاقة آآ هيبقى اساسها حب حلوة قوي 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 قوي. وان هي علاقة يعني مش كعلاقة بس نظرته كمان لعلاقة كشاملة بقى. كانتو بقى اللي في العلاقة او الطرف التاني بان انتو تقدروا تستقبلوا الحب ده. بصوا ان الكارتين دول اتنين بيقدموا عروض. هو شايفكم انتو الاتنين آآ حد آآ حبوب قوي وحد ينفع ان هو آآ يعني يعطي حب. الشخص ده الظاهر بالله اعلم ان هو شخص ترابي. آآ او مائي. ايه حاجة من الاتنين يا ترابي يا مائي. ايه لان انا برضو الكارت اللي بعديه. كارت برج الحود. طيب او السرطان او العقرب يعني. اوكي طيب. احنا بقى بصله ازاي? احنا بصين للشخص مشاعرنا ايه ناحيته? احنا آآ مشاعرنا من ناحيته مشاعر آآ لسه متأكدناش منها قوي. ولكن ولكن في مشاعر. يعني برضو بنبص للموضوع هو شايفنا الاستقرار كله. هو ظهر ان في حد العلاقة دي حد عارض على حد آآ خطوبة جواز او علاقة حد في بادي الموضوع شكله. موضوع لسه في اوله. آآ فاحنا لسه مش متأكدين من مشاعرنا قوي. بس بس هو شخص بس انتو واسقين قوي في نفسكم او واسقين فيه برضو. يعني انتو مش شكين في العرض اللي هو جايبه. ولكن ولكن لسه مش متأكدين من مشاعركم قوي. بس فيه مشاعر اهم حاجة. طب نظرتكو لي ايه بقى? شخص آآ بينتظر شوية او شخص بطيء شوية. انا رجح ان هو برج ترابي. ان البرج الترابي بطيء. البرج الترابي بصراحة بطيء. آآ فهو شخص آآ بيشتغل على الحاجة. بس بيعد بقى آآ يعني يتأخر قوي. او قبل ما يكرر. ويقول بقى انا هقول بقى حبك امتى? او كزا. يعني قبل ما يخرج مشاعره. وقبل ما يبدأ البداية الجديدة اللي هي احنا عايزينها. بيكون فات وقت. مش لطيف شوية. انتو برج ناري طبعا. تحبوش الموضوع ده خالص. آآ مع انه هو شايفكو ان انتو بصوا مية مية يعني ان انتو ناس بتتحركوا وناس مقدموا عرض. الزهر ان انتو آآ بتقدموا عرض لحد يا برج الحمل او معجبين بحد. ممكن تكونوا معجبين بحد وهو شايفكو ان انتو مقدمين العرض ليه. بس انتو شايفينه راجل بطيء قوي. طيب نظرتكو ايه لالعلاقة? الدف. الموت. مش معناه وحش. نظرتكو لعلاقة ان هي علاقة آآ ممكن تعمل ولادة جديدة. يعني ايه ولادة جديدة? يعني علاقة آآ تبتدي بقى حاجة جديدة. اقول لكم على ايه كمان ده اللي فسر المضوع ده. انتو عايزين تبتدوا مع الشخص ده يا برج الحمل حياة جديدة. عايزين تبتدوا معاه آآ علاقة حلوة. لان انتو قفلتوا الدايرة. عايزين تبدأوا بقى شكتر جديد معاه. الزهر كده ان انتو خارجين من علاقة سابقة. وعايزين تبدأوا مع الشخص ده آآ بداية حلوة. او ممكن. نرجح برضو. ترجيح مهمة برضو في الموضوع ده. انه شخص قديم. وانتو يا برج الحمل سوري. وانتو يا برج الحمل آآ عايزين تبتدوا بداية جديدة معاه. ومقدمين للعروض بقى للمصالحة. آآ ما تيجي هنا وانا حبك. بالمعنى الادقة كده. يعني بصوا كارتين. واحد بيقول ما تيجي هنا وانا حبك. خلصت. فانتو مقدمين له. بس هو بقى بطيق قوي. للأسف. بطيق. آآ بطيق في ازهار المشاعر قوي. بس هو شايفكوا الاستقرار كله. او شخص قديم. هو شايفكوا الاستقرار كله. وانتو بقى هنا منتظرين. ومش عايزين تأكدوا على مشاعرك قوي الا لما تعرفوا. الشخص ده هيجي ولا اخلع ولا ايه. عشانا برج ناري انا بتخنق بسرعة. طبعا انتو انا مش برج ناري. وطبعا شايفين هيبداية ايه جديدة. طيب. بما ان الشخص ده بطيق والحاجات الجميلة دي. بس احب اقولكو ان هو بيفكر فيكم. وهيبقى في انتصار. هو شخص قديم. وانتو مقدمين له عرض ومصالحة. او شخص جديد. هو اللي مقدم العرض في كلا الحالتين. فهيبقى في انتصار. وذكرت المأزون. عايزي برج الحالة. طيب. النصيحة بتاعته ايه? نصيحته اه الظهر لو هو شخص اه شكاك او شخص قديم بقى وانتو بتحاولوا تصالحو تاني. النصيحة بتقول اخرج من مخاوفك. وابدأ البداية الجديدة دي. النصيحة بتقول اخرج من المخاوف دي. وابدأ البداية الجديدة. لان اه 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 ظاهر كده ان هو شخص اه عنده هواجس. بيفكر كتير اوي 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 اوي. ممكن يبقى طرابي ممكن يبقى هوائي برضه. فهو شخص اه عنده مخاوف. لو شخص جديد فهو خلب لكم. حتى لو مقدم لكم عرض اه ام يعني او مش مقدم لكم عرض بمعنى ضق. حتى لو هو شخص اه انتو لسه داخلين معاه كده في علاقة. وشخص بيفكر كتير جدا عنده هواجس كتير جدا بتيجي في الدماء. النصيحة ليه انتو بقى استمروا في ازهار المشاعر. استمروا في تقديم العروض. بس خلق بالكم. اه الكارت ده بيحمل معنيين. بصوا بقى. ده شخص بيقدم عرض. بس واقف. شخص واقف. يعني لا بيروح ولا بيجي. فالكارت ده النصيحة ليكم. لو انتو بتقدموا عروض ومستنيين. لو انتو اللي مقدمين العرض ده يا برج الحمل ومستنيين. خليكوا وقفين في مكانكم ما تمشوش. لان الراجل ده معاه عرض في ايد وهو. ممكن يلف ويمشي. ايه يا برج الحمل? الشخص ده بيحبك. ممكن يكون الشخص ده عنده هواجس يا برج الحمل. ممكن يكون لو هو قديم لسه زعلان منك. او خايف منك. فما تمشيش بريز. خليك سابت. اوقف. ولو انت شخص جديد ما تخافش برضو. الشخص ده عيتخلص من اللي عنده ويجي لك لانه بصوا بقى في كلا حالتين اوه شايفكوا انتو الاستقرار. شايفكوا انتو شايفكوا حاجة جميلة جدا. انتو الانتو الاكتمال. اكتمال كل حاجة ليه حلوة. طيب. دي القراءة العامة. هناخد دلوقتي اه هنوض الورقة كيبه عشان ايضا بتبسيه ما صح. خلينا بقى نشوف الناس اللي منفصلة او المبتدع 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 الناس اللي مش مع بعض حالين. مش عارف اقول له. مبتعد عم بعض. مبتعدين عم بعض. ايه والزبط كده. برج الحمل. خلينا نقول هل الشخص ده بيفكر في الرجوع ولا? بلاش كلمة هيرجع امتى? لان ده مستقبل انا محبش اشوف المستقبل. خلينا هنشوف الناية هي اللي بتتحقق. يعني لو شفت له نيته انه يرجع ممكن يرجع فعلا. انشان ما نكونش متعلقين بالورق يعني. خلينا نشوف الاول بس. اول حاجة حالي الشخص ده ايه دلوقتي. الشخص اللي انت متعرفش عنه حاجة او بترقب على سوشال ميديا. الشخص ده حاله ايه دلوقتي يا برج الحمل. برج الحمل الشخص ده حاليا بياخد فترة استراحة بعد الانفصال. انفصلته عن بعض او مبتعدين عن بعض. وشعر بانه مش مخزول. ولكن انت رحلت عنه. شعر بعورد الانفصال. باعراض الانفصال. باعراض الانفصال بياخد فترة استراحة لانه تعبان قوي. وحاليا هو مخب مشاعره يا برج الحمل. الشخص ده مخب مشاعره دايما بيكون شخص جاف قوي ومخب مشاعره لانه هو حاسس انه هو يعني اتخزل منك شوية برج الحمل فو مخب مشاعره حقيقي. طيب المخب مشاعره ده بقى الحج اللي مخب مشاعره ده. اللي يبداين يقوي شخص المخب مشاعره ده. سواء في اعجاب او ارتباط عمونا. ناوي يرجع ولا لأ? في نية للرجوع الحج اللي مخب مشاعره. يعني نية مسلا يرجع بعد فترة النقاها اللذيزة اللي ياخدها دي. مساعد بنغلط في الناس والله يعني عتاب بس نبقى بنحبوهم. بمبقاش قصدنا. مرج الحمل الشخص ده موجوع قوي 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 قوي. والله اعلم انا بحبش حوالي العلاقات السلسية. ولكن اشك ان انتو كنتوا علاقة سلسية. ولو مش علاقة سلسية فهو مخزول قوي. عارفين ده حصره ندم اه وجع قلب بالقوي. لان هو تعبان وراحل. مشايل الامه معاه ومتجه. عايز يغير اللي حصل ده. شخص ده ما بيفكرش حاليا غير في شغله فعمله وبس. اه هي مش يعني ما تفصاش على العلاقة سلسية لان احنا بنشوف ان هو يرجع لا. بس هو بيفكر في شغله قوي قوي برج الحمل. وممكن نشوف برضو يعني برضو. طب بعد ما يفكر في شغله. فيه امل برضو يعني. انو حتى يفكر فينا. تاني. ولو خلاص كده يعني خد العلقة او مش انت. فيه امل ان علاقة تصلح. عارف بيبقى فيه يعني في الكلمة ناس برده. يبقى العلاقة قدامه ممكن تصلح وهو بارد كده. لأسف يا برج الحمل مش للاسف يعني. بس اه هو حاسس بانه اتخدع. يا انت اللي خدعته. يا هو اللي عمل حاجة وصل للموضوع ده. ممكن تكون انت اه مشيت وصفته يا برج الحمل مرة واحدة. انه حاسس بانه اتخدع. لذلك هو ما بينامش. بصوا 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 الكروت عملت زي. عملت فيه يا برج الحمل. عمني زي لما لما حب ان تقم من حد. بديله الصابونة زي ما بيقولوا. بصوا موجوع. ما بينامش. كل ما يجي نام يفتكر اللي اللي حصل فيه. ويفتكر ان هو ان انتوا مشيتوا سيبتوه. لذلك هو ما فكر في شغل. لكن الفترة دي لأ. ما فيش لأسف اي رجوع. طيب مدام ما فيش رجوع بقى يبقى اللي بقى عنا خسرت دلعنا. واللي ازانة هتتردله. والحاجات الحلوة دي. في حد بقى جاي في طريقنا ولا لقى بالصلاة وعنابي كده. عشان ايه? عشان القلب اشتكى من قلة الهشتكى خاص. وبعدين يقول لك اللي راح تايه? تدوي لأيام. مع ان الايام لا بتدوي ولا حاجة بسية حاجة بتريحنا وخلاص. عم ديوق قوي في نفسي. انا عملا افرط لكم الورق قوي عشان تطلع حاجة حلوة كده. هل في احد سيطرق باب قلب الحمل? برج الحمل جاي لك ابو برج مائي اللي احنا شايفين فكرة اللي هو لدي. مش بقول لكم ان هو انا حاس ان هو شخص معجب بيكم. انتو مريته فترة وحشة قوي 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 برج الحمل. فترة افكار سودوية جامد قوي. او نقول حاجة. الشخص ده خايف يعبر عن مشاعره. وجايل لكم بالعرض. نفس الكارتين بتوى الكرة الاول. جايل لكم بعرض حبه هو. بس هيخرج بس من المخاوف اللي هو فيها دي. الاول. اوكي? وانتو كمان. انتو كمان في المخاوف. لو انتو معجبين ببعض. لان ده برضو شخص مخبي. مخبي. هو شخص اللي بيخبي مشاعر ده جماعة. بيبعده مخاوف برضو. اوكي? رجل حبوب قوي. يا حوت يا سرطان يا عقرب. او اه مش عارف اشرح لكم ده بعدين. بيبقى برج مائي ولكن في الخريطة. يعني ممكن يبقى هو الشمس الجوزئ مسلا. واتطلع حوت. فهو بيبقى كده. بس هو حبوب قوي قوي قوي. كله مياه. واجه لكم بعرض. في عرض ان شاء الله. بس هو يخرج من المخاف وياخد الشجاعة المتينة كده. شكرا لكم جدا جدا يا برج الحمل. ويا رب يكون اقراضها بالكلام.